حتى الآن لم يصرح أي طرف وهذا ما أتفق عليه خلال المحادثات التي جرت بأن لا يتم تصريح حول ما جرى وما سينجم عن هذا الاستدعاء للسفير الروسي في إسرائيل الخارجية الإسرائيلية ولكن أحد الضلعين من الوزارة الخارجية أشار إلى أن الموقف الإسرائيلي برمته على اختلاف قياداته السياسية وبجميع الهرم السياسي وضح للسفير الروسي لينقله إلى الكريملين خاصة أن تصريحات لفروف الوزير الخارجي الروسي هي تأتي في صدد أن نبتعد عن أيام من ذكرى المحرقة التي كانت في إسرائيل وكانت هناك عمليا تقارير خاصة من جامعة تل أبيب تشير إلى ارتفاع ملحوظ في دول العالم حول اللاسمية والمعدالة اليهودية من منطلق أيديولوجيا فيشكل ذلك خطرا جدا قويا على كل الشعب اليهودي في أنحاء العالم وخاصة في إسرائيل رأينا أن الإعلام الإسرائيلي بدأ يوصف كأنه لفروف بالمعادل السمية وكل هذه الأمور السؤال الآن كيف ممكن أن تؤثر مثل هذه التصريحات على العلاقات الإسرائيلية الروسية إسرائيل تريد الحفاظ على هذه العلاقات من جهة أخرى روسيا بدأت تهاجم إسرائيل بما يتعلق بالضربات المنسوبة لها في سوريا الكثير هنا يحدث نعم في الفترة الأخيرة منذ أن أخذنا المشهد منذ بداية الحرب في أوكرانيا وحتى اليوم شاهدنا أن إسرائيل كانت لاعبا مهما على مستوى الوساطة كانت لاعبا مهما على مستويات عديدة في الملف الروسي والأوكراني ولكن في الأسبوع الأخيرة منذ عمليا إعلان إسرائيل دخولها في مؤتمر لواشنطن حول تسليح أوكرانيا وكان هناك ادعاءات روسية بأن إسرائيل قصفت في سوريا واتهمتها بمسؤولية القصف إسرائيل أنكرت ذلك وكان هناك حدة هذا الملف الذي يأتي الآن بعد منح إيجاب جدا يبشر بأن قد تكون أزمة لوح في الأفق بين الطرف الروسي والإسرائيلي ولنستذكر بليغ دائما روسيا استغلت ظروف عديدة في العالم واستغلت حتى في ظرف سائحة كانت هناك سائحة محتجزة لدى روسيا وكان هناك عليها ملف جدا طويل يخص المسكوبية في القدس وامتلاكها ومن يكون وصع عليها الكنيسة الروسية أم لا فنحن نعلم أن روسيا تستغل جميع الملفات تستغل جميع التصريحات لخلق أزمة دبلوماسية ومن ثم تستغل هذا الحدث لعمليا سحب أوراق لصالحها أو عمليا الاستفادة من ذلك ولكن ما يدور وما سينجم عن هذه التصريحات للافروف وعن الموقف الإسرائيلي نحن لا نعلم ما سيدور ولكن بلا شك المنحة الإجابية الذي هيمن على العلاقات الروسية خاصة في موضوع الوساطة الأوكرانية وخاصة سيكون في منحة آخر منذ هذه التصريحات ومنذ التصريح الأول بخصوص تسليح أوكرانيا ومشاركة إسرائيل في ذلك المؤتمر أيضا له علاقة بطبيعة الرد الروسية التي يأتي الآن على طلب الخارجية الإسرائيلية باعتذار للشعب اليهودي وشعبي إسرائيل يعني قضية كون هتلر يوجد له أصول يهودية أو دم يهودي كما قال للافروف هي لا يوجد عليها إثبات طبعا لكن من جهة أخرى هي ليست بجديدة هذا الإدعاء بالتحديد نعم صحف عديدة تناولت هذا الإدعاء محاولة تسليط الضوء على السيرور التاريخية لهذه ما اسمته بالنظرية المؤامرة العالمية نحن نعلم والسيرور التاريخية أثبتت أن المحامي الشخصي لإدلوف هتلر والمحامي للنازيون في تلك الفترة كان هانس فرانك الذي نشق عنه في وقتين لاحقا نعم هو من بث هذا مدعيا أن إدلوف هتلر قال له يوما أنه يملك مكتوبا من أخيه الذي هو أيضا يعود لأصول يهودية أنه بالطبيعة الحال سيفضحه أنه وصولهم تعود إلى أصول يهودية هذا المكتوب حتى اليوم لا أحد يعلم عنه شيء لا أحد يعلم إن كان بالفعل هناك عائلة أصولية جميع الإثبتات التاريخية تحدثت عن أن في أحد بلدات بولندا كانت تتواجد أمه لإدلوف هتلر والسيادة وهناك تم عمليا نوع من المعلقات الحاميمية وكان هناك تخبئة لهذه العلاقات الأمر كله يتعلق بجد أدلوف هتلر من جهة والدته أو فان والده لا أحد يعلم من هو حتى اليوم حتى أدلوف هتلر بنفسه أو على الأقل لم يصرح بهذا وهنا تكم نظرية المؤامرة وهذا الإدعاء كله حول قضية ما إذا كان يهوديا وعلاقة مع جدته ومن ثم جدته جلبت والد أدلوف هتلر في القرن التاسع عشر وبعدها أدلوف هتلر اليوم وكأنه يملك أصول يهودية فقط من جهة جدته تماما كما ذكرت بليغ هذه الرواية والرواية الأخرى كما ذكرنا من المحايمة وتوجد رواية ثالثة تقول أن هناك فحوصات تمت وما شابه وهذه أيضا تعود إلى مؤرخين يقال أنهم كانوا يؤمنون بالنازيون وهم حاولوا تفنيد هذه الروايات لصالح أهدافهم السياسية وجميع الروايات برمتها حتى أولئك الذين ينتبون أيضا لأصول يهودية حاولوا بحث هذه الرواية إن كانت صحيحة أو لا لم يجدوا سبيلا يوضح الحقيقة بشكل جدا قاطع إن كانوا فعليا أو لا ولكن بلا شك هناك إجماع تاريخي بين جميع أقسام التاريخ في جامعات العالم أن هذه الإدعاءات لن تدرس ولن يكون لها قيمة على محمل الجد كون حتى اليوم لا توجد أكثر من إشعات وروايات تنتمي وتنطوي تحت ما ينسوا للمؤامرات العالمية إضافة إلى حساسية الموضوع بطبيعة الحال بعد المحرقة النازية ستة مليون يهودي راح ضاحيته شكرا لك أزميل عروسي فعلت وشهدك معنا